السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير يلا نعمل مع بعض النهاردة بتنجان مخالي طعمه لذيذ جدا من غير ما نسلقه ولا نقليه في الزيت وهنعرف كمان ازاي هنحصل على اللون التحفة ده من غير اي اضافات لكن قبل ما نبدأ اتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك ولو عجبكم الفيديو بتنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يمصلكم كل جديد يلا بينا نشوف مخلل البتنجان بطعمة لذيذ ولون التحفة ده هنعمله ازاي مع بعض يلا نقول بسم الله نبدأ معاي بتنجان عروس حجمه صغير ما تجيبيش الكبير عشان ما يكونش فيه بزور من جوه نشيل الراس دي او الامح او العرش زي ما بتسميه ما تقطعوش بالسكين عشان المنطقة دي ما تسودش بتشيلها بيدنا كده سهلة جدا شايفين شيلها سهلة جدا مش محتاج اي مكروف وكمان عشان نحافظ عن اللون البتنجاني من جوه هنخلص كل الكمية وارجع لكم يلا نشوف هنحتاج ايه دي كمية البتنجان بعد ما امعتها وغسلتها كويس معاي 3 معلق ملح 4 فصوشتو 3 معلق هريس الشطة حمية او برد اختياري ومعاي ميا مغلية وستات برد هحط الهريسة في الميا اللي احنا غلناها وسبناها تبرد خليكم فاكرين عشان نطور العمر اللي بتنجاني ناندل كمان بالملح مع الهريسة والميا عشان يدوب مع بعض كويس ونقلبهم بقى مع بعض كده لحد الملح ميدو كده الملح وهريسة الشطة اخترت كويس جدا بالميا والملح كمان ده اجيب بقى البرتمان اللي احط فيه المخلل ولازم حجمه يكون مناسب لكمية بتاعة البتنجان نجيب كمان سكينة ونعمل فتحة بسيطة جدا في البتنجان متخليش الفتحة توصل للنحية التاني من جنب واحد كده وتفتح فتحة بسيطة ولو مش محتاجه يستيوه بسرعة ممكن متفتحيش الفتحة دي تستغني عنه وكل فترة كده تفتح فاصةهم بالطول وتحطيه في قلب البرتمان هيدينا طعم جميل جدا شايفين الفتحة بسيطة جدا ازاي؟ ده لو هنمحتاجه تكلف سريع يعني بعد يومين والتالت بالزبط تفتحها عليه لكن لو مش محتاجه بسرعة ومش مستعجلة عليه ما تفتحهوش نسيبينه مقفول كده وبرضه كل فترة نفتح فاصةهم بالطول ونضيفه للبرتمان شايفين الطريقة سهلة جدا ازاي؟ ليه البرتمان لازم يكون مناسب لكمية البتنجان؟ عشان البتنجان خفيف لو البرتمان كبير هيعوم على وش الماء البتنجان فمش هيكون متغطي كويس بالماء وهيفسد منك بسرعة هادي محلوله للتخليل كده تقليبة ونضيف منه شوية عشان لو فيه فرغات البتنجان ينزل فيها وياخد باقي الكمية شايفين هرست الشطم خليها لون الماء جميل جدا ازاي؟ والطعم كمان هيبقى لازز جدا انزل باقي فصوص التوم كده وباقي كمية البتنجان ونكمل البرتمان بالماء لازم الماء تكون مغطية كل البتنجان والبرتمان يكون مليان على الاخر شايفين البتنجان؟ وعشان نوحكم بقى ان مفيش اي هوا يدخل نجيب قطعة الكيس كده او استريتش المتوفر عندك ونقفل عليها الغطا وتقفيل كويس جدا احنا مش محتاجين نحط زيت ولا اي حاجة وخليكم فاكرين ان احنا مضفناش كمان خلي عشان الخلي بيهر البتنجان لازم تحكم من كده قفلت الغطا كويس اللون السود ده هيختيف نهائي بعد يومين هتشوف اللون وفي صوص التوم دي هتدينا طعم جميل جدا خليكم فاكرين اللون ده عشان لما يستيبوا بعد يومين ونيجي يوم الثالث نشوفه مع بعض هسيب البرطمان في المطبخ عادي يومين وارجعلك ده شكل البتنجان بتاعنا بعد يومين يلا نفتح بقى ونتطلع منه كده ونشوف شايفين اللون جميل جدا ازاي من غير اي اضافات هي الخطوات اللي بتخلينا نحصل على اللون الجميل ده وكل ما كان حجم البتنجان صغير كل ما كان طعمه لذيذ وشكله كمان في التقديم بيكون جميل جدا مش عشان هو مخلل يعني ما نهتمش به ايه رأيكم والمفاجأ بقى من جوه يلا نفتح بقى ونشوف ايه رأيكم شايفين اللي بتنجان في وجه بوزور ازاي عشان اخترنا الحجم الصغير ده هيكون لونها جميل جدا شايفين ولا ضفنا بنجر ولا اي حاجة ولا الوان صناعية ولا اي حاجة هي الخطوات اللي ادتنا اللون الجميل له ده الشكل النهائي اللي بتنجان المخلل بتاعنا ايه رأيكم فيه وطريقته ما كيش ابسط منه وطعمه لذيذ جدا ولونه كمان طحفة بقى الف انا ما شايفه عملت معاكم النهاردة مخلل بتنجان بشكل جديد خالص وسريع جدا وسهل وبسيط ولونه كمان جميل وطعمه طحفة ياربوا تجربوه بطريقة واعجبكم لو عجبكم الفيديو تنسوا تشتركوا في القناة ولايكم شير لي الفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة